الخوف من المجهول خوف من عدم اليقين وسنتعرف على شخص أصيب بالقلق المفرط بسبب تعرضه لأزمة نفسية حادة سبعة أطعمة لا تتناولها في المطاعم برنامج اليوم مع حبيبة الرهب وساندي مصطفى صباح الخير مشاهدينا وصباح الخير ساندي صباح النور حبيبة ساندي اليوم رح نحكي عن موضوع يمكن بمس كل واحد فينا بشكل أو بآخر وهو الخوف من المجهول وخصوصا في ظل الظروف الغير متوقعية اللي عم بيمر فيها عالمنا يعني حروب كوارث حتى كساد اقتصادي كل أمور بتخلي الإنسان يحس بعدم الأمان ويمكن الخوف من المستقبل مظبوط حبيبة يعني العالم اليوم عم بيمر بمرحلة صعبة يمكن مليئة بالتحديات وصار موضوع الخوف من المجهول يمكن شعور مشترك بين الكثيرين لكن السؤال اللي بيطرح نفسه هو كيف يجب أن يتصرف الإنسان في هذه الظروف الاستثنائية حبيبة فيها اللي بيقول أنه التحدي الأكبر هو القدرة على التكيف مع التغيرات المفاجأة وعدم الاستسلام للقلق والخوف وكمان لازم نتعلم كيف نواجه هذه الظروف بشجاعة وثقة وأنه نشوف بكل تحدي فرصة للتطور ونمو صحيح حبيبة فالعقلية الإيجابية والمرونة النفسية هما يمكن المفتاح الأساسي للتعامل مع أي ظرف غير متوقع يعني من المهم أن نتذكر دائما أنه بهذه الأوقات الصعبة قد تكون هناك فرصة للتعلم واكتشاف قدرات جديدة في داخلنا وربما تكون أيضا الدافع لتغيير حياتنا نحو الأفضل إذن كيف يمكننا تحويل التحول إلى قوة دافعة وكيف يمكننا الاستفادة من هذه الظروف للتطوير ذاتي وبناء استقبل أفضل مشاهدنا هذا الموضوع وأكثر في هذه الحلقة يا ترى ماذا سيحمل لي المستقبل؟ كيف سيكون وضعي بعد شهر؟ بعد سنة؟ أو بعد استقالتي؟ بعد سفري؟ بعد تخرجي؟ هل عمرك سألت نفسك مثل هذه الأسئلة؟ إذا كانت الإجابة نعم فأنت إذن تشعر بالخوف من المجهول؟ حسب علم النفس ساندي بعاني الأشخاص الذين يخافوا من المجهول من القلق والضيق خاصة إذا كان ما عندهم معلومات أو سيطرة مع العلم أن عدم اليقين هو جزء من حياة الجميع نعم حبيبة وبحسب موقع Medical News Today الأشخاص الذين يخافون من المجهول يجدون صعوبة عاطفية عندما يشعرون بعدم اليقين وقد يحاولون جاهدين البحث عن اليقين من علامات شخصية الخائفين من المجهول مشاعر سلبية تجاه المواقف أو الأحداث غير المؤكدة وطريقة متحيزة في معالجتهم للمعلومات خاصة في المواقف الغامضة نعم بالنسبة لهؤلاء حبيبة فهم بيشوفوا عدم اليقين على أنه ببساطة تهديد لهم فيتولد عندهم الشعور بالخوف بسبب افتقارهم للمعلومات المؤكدة والموثقة حول المستقبل لكن فعليا من من حقيقة يملك المعلومات حول المستقبل أو يعرف مثلا ماذا ينتظر المستقبل هذا التساؤل أكيد معروف جوابه حبيبة طيب بالإضافة لكل ما ذكرنا هناك عدة عوامل أخرى قد تسبب الخوف من المجهول منها تجربة سلبية في مرحلة الطفولة التي قد تؤدي إلى صدمة نفسية أو رؤية الطفل لكيفية تعامل والديه مع القلق أو المواقف العصيبة وتأثره بأدائهما لكن مع هذا كله لا يفهم الأطباء بشكل كامل السبب الدقيق للخوف من المجهول هل تشعر بقلق دائم وتخشى من المستقبل؟ ربما تكون مصابا برهاب المجهول الخوف من الغد والسعي الدائم والمستمر لتأمين أنفسنا مما قد يحمله المجهول لنا هي سمة أساسية للكثير منا لكنها أحيانا تتخطى كونها مجرد سمات شخصية لتصبح حالة من القلق المرضي بحسب موقع Medical News Today رهاب المجهول هو القلق أو الخوف من أي شيء أو شخص غير مألوف أو معروف وللبشر مستويات مختلفة من الخوف من المجهول لكن الأفراد ذو المستويات العالية منه يعجزون عن التكيف ما يؤثر سلبا على قدرتهم على العمل أو إحداث أي تغيير في حياتهم والخوف من المجهول له أسبابه ومنها بحسب موقع Verywell Health أن يكون أحد والدي الطفل يعاني بشكل كبير من الخوف من المجهول فيستمر الطفل في تطوير هذا الخوف في حياته أن يتعاطى الأشخاص الكحول بشكل مضطرب فيصبحون أكثر عرضة للشعور بالخوف من المجهول وقد توجد صلة بين تربية طفل مصاب بالطراب طيف التواحد وإصابة مربيه بالخوف من المجهول عوارض الخوف من المجهول تشبه إلى حد بعيد عوارض نوبات القلق فتحدث تغييرات في نشاط الدماغ ويبدأ الشخص بالتعرق وتتسارع ضربات قلبه بالإضافة إلى شعوره بالصداع والغثيان وديق التنفس صحيح أن العيش مع شعور الخوف من المجهول الدائم أمر صعب لكن التعامل معه للتخفيف من وطأته ممكن كيف ذلك؟ يقول موقع ميديكال نيو سو داي يمكن إجراء تغييرات في نمط الحياة لتقليل نوبات الهلع منها ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتناول الأطعمة الصحية والحصول على قصة كاف من النوم وتجنب المنشطات مثل الكافيين المزيد معنا في الأستوديو مدربة الحياة المعتمدة في التعامل مع الصدمات وخبيرة التشافي سيدة سمر حجير صباح الخير وأهلا ميكي معنا سمر صباح الخير ساندي حبيبة يعني بداية كيف يعرف علم النفس مفهوم الخوف من المجهول وهل ينظر إليك شعور طبيعي ربما يعني يشعر في أغلبية الناس أم أنه هناك ناس يمكن ما بيشعروا بهذا الشعور الخوف من المجهول الخوف كشعور هو شعور إيجابي لأنه بيحذرنا من مخاطر معينة ولكن حين يقرن بالمجهول اللي هو كامل الحياة يتحول إلى شعور سلبي لأنه ساندي ما عنا أي معلومة عن أي شيء بالحياة كل ما حدث إلى الآن معلوم وكل ما سيحدث منذ الآن وإلى الأبد مجهول وبالتالي هو قلق مؤقت أو دائم تجاه أشياء أو أحداث لا أملك معلومات كافية عنها وقد تكون دخيلة على نظامي الهادئ أو الساكن أغلبية الناس بيشعروا فيه برأيك؟ معظم الناس عندهم خوف من المجهول بدرجات متفاوتي وبعمق مختلف من شخص لآخر حسب تاريخهم العاطفي صدماتهم البيئة والمجتمع اللي خلقوا فيها الناس اللي خلقوا بالحرب غير الناس اللي خلقوا ببلدان مصر فيها حرب الناس اللي عندهم صدمات قوية جدا مختلفين عن اللي ما عندهم صدمات طب مثل ما عم تقولي سامار يعني يمكن كلاياتنا عنا شوية خوف من المستقبل أو شوية خوف من المجهول بس أمتى هيدا الخوف بيصير مرض وممكن يأثر على الحياة اليومية؟ لما يكون مصحوب بعوارد نفسية سلوكية مزاجية لفترة كتير طويلة وما تم التعامل معه ممكن يتحول الخوف من خوف طبيعي إلى حالة رهاب أو ما يعرف بالفوبيا هاي الحالة لما الشخص يصاب فيها تعرقل وتعطل كل مسار حياته يعني نحن هون عم نحكي عن سلوكيات قهرية عم نحكي عن تجنب كامل للحياة عم نحكي عن عدم القدرة على اتخاذ قرارات قد تكون بسيطة للشخص العادي بهاي الحالة ممكن الشخص يتعرض لخسارة وظايف خسارة فرص خسارة علاقات من شدة الرهاب يعني طيب كيف أعرف مثلا أنه أنا شخص خاف من المجهول بشكل كتير كبير أو بشكل غير طبيعي شو هي الأعراض وشو هي أخطر هذه الأعراض خلق دائم توتر جسديا ممكن يكون عندك تسارع بيدقات القلب ممكن يكون عندك تأتأة ممكن يكون عندك ارتباك تعرق مشاكل بالجهاز الهضمي صعوبة بالتركيز عندك تشتت دائم للذهن عندك صعوبة أنك تخلق علاقات صحية مع البشر اللي حوليك عندك صعوبة أنه تحس بالشجاعة أنك تتصرف في أي تصرف قد يكون بسيط أو سهل جدا ولكن أنت بالنسبة لقالك رح يكون عندك موانع نفسية تمنعك هاي الدلائل بتقلنا أنه في شخص عنده خوف من المجهول قد يتطلب تدخل نفسي اختصاص معالجي تشافي النظر في الماضي ومعرفة أسبابه وجذوره يعني الخوف من المجهول هو إذا بدنا نقول عليه هو نفسه القلق اللي دايما عم نسمع الكلمة انكزايتي أنا معي انكزايتي يعني دايما هايدي الكلمة بنسمعه هو نفسه القلق المستمر والشديد لفترات مطولة فينا نقول عنه الخوف من المجهول أو الرهب ولكن القلق المؤقت يعني مثلا أنا عندي بريزنتيشن مفروض قدم شيء لمديري أو عندي انترفيو ممكن أقلق ولكن القلق ما رح يعطلني ما رح يأثر على أدائي بشكل محطم ما رح يخليني يقول لأ بلاها ما بدي إياها فأنا رح جابه الموقف بشوية قلق بشوية توتر ولكن ما رح يكون في عرقلة تامة للحياة وهذا يمكن الفرق ما بين القلق الطبيعي والخوف الكتير كبير من المجهول يمكن يعطل مسار الحياة بشكل كامل بالضبط طيب هل الخوف من المجهول يعني أسباب وشو هي يعني ليش ينشأ هل هو ينشأ بطبيعة الشخص أم هناك أسباب اجتماعية مثل الحروب مثل الأزمات مثلا كوارث طبيعية اللي عاش فيها فبتكون يعني صفة الخوف من المجهول موجودة عندهم أكتر كل ما ذكرتي أسباب تكون الخوف من المجهولة عند الأشخاص كتير منها البيئة والمنشأ والمجتمع والمكان اللي خلقوا ربي فيه إذا كان بيئة متغيرة جدا إذا كان في حروب إذا كان في أزمات إذا كان في عدم تواجد للخدمات الصحية أو الخدمات النفسية بالإضافة أثبت علم النفس والدراسات أنه في أشخاص عندهم جينات بتخليهم يكونوا بيخافوا أكتر من أشخاص آخرين ولكن الخبر الجيد أنه هاي الجينات لا تتفاعل إلا بوجود البيئة المحفظة لا تفعيلها إضافة للأشخاص اللي عندهم اضطرابات نفسية مثل الذهان مثل ثناء القطبي شخصية الحدية هؤلاء بيكونوا معرضين أكتر للخوف من المجهول لأن أصلا هاي الاضطرابات هي ناشئة من الخوف أو نشئة عنها الخوف فالخوف أو بيكون سبب أو بيكون نتيجة الأشخاص اللي تعرضوا للصدمات دايماً رح يكونوا عندهم خوف أن الصدمة تتكرر بالمستقبل المرضى كتير بلاحظ أنه مرضى السرطان الله يشفي الجميع دايماً بعد ما يتشافوا بيكون عندهم خوف أنه المرض يرجع لأنه هني تضوقوا مرارة وعذاب ومعاناة المرض وتبعاته فخايفين كتير أنه يرجع يمروا بهذه التجربة من أول وجديد طيب نسمع سمر في كتير أمراض نفسية جسدية هل الخوف من المجهول أو القلق ممكن يأثر على جسدنا سلباً أو نحس بأوجاعاً ما نعرف شو هي؟ حساب الميتاهيلث أو ما بعد الصحة كل العوارض النفسية ينتج عنا عوارض جسدية وأيضاً كل شي جسدي أساسه نفسي أنا أؤمن بهاي المدرسة أنه الخوف ممكن يأثر على الجهاز الهضمي أكتر شيء منشوف أنه ممكن ينتج عنه احتباس للماء صداع وجع بالحلقوم عدم قدرة على المشي نزول الطاقة بشكل رهيب لدرجة الشخص ما بيكون قادر يتحرك فطبعاً في تأثير نفسي بيأثر على الجسد طيب سمر خلينا نحكي شوي عن الإيمان وقادي يمكن بيساعد لأي مدى الأشخاص المؤمنون يعني دينياً هن بيمنقى ربما عن الإصابة بهذا الخوف المفرط من المجهول هل بيساعد فعلاً الإيمان؟ بساعد جداً أنا ساندي إذا قلتلك أنه في ملك أو حاكم مدينة رح يوقف معك رح يساعدك رح يسانديك بأي مشكلة بتتعرضي لها أدي حتحس بالطمأنينة؟ أكيد فوراً ما بالك ملك الملوك اللي هو الله المؤمن عنده إيمان إنه هناك قوة خارقة ستدعمني ورح تفهمني الحكمة لما كن جاهز إني أفهمها المؤمن يعرف إنه كل أمر الله خير حتى لو كان الخير مش ظاهر كان باطن رح يقدر يعرف إنه لا أعلم ما هو قادم ولكن أعلم من هو معي وهو الله فمطمئن دائماً جداً نشكرك على كل هذه المعلومات على هذا الحديث الشيق مدربة الحياة المعتمدة في التعامل مع الصدمات وخبيرة التشافي سمر إحجير شكراً جزيلاً لك أما بعد قليل ما هي أسباب الخوف من المجهول سؤال طرحته الحرة سامح رحمي مصور صحفي من قطاع غزة عاش ويلات الحرب وخرج من غزة برفقة أسرته التي عانت بدورها جراء الأحداث سامح وأسرته يتملكهم الخوف من الآتي ومن مستقبلهم المجهول لنتابع أي يعني تشوف سقف البيت يوقع عليك وبنتك تقول لك يا بابا طلعني يا بابا طلعني من تحت كل واحد فينا عنده كبوس العين مرافق وضي ظله فانتوم طيفه جو الحرب أنت بتكون مصور صحفي حربي أنت طالع من بيتك ممكن ما ترجعش ممكن تموت هذه الحرب كانت تختلف عن باقي الحروب الحروب الماضية أنا ما كنت فيها أعذب لما أكون متزوج أصعب حاجة تكون أب وأنت صحفي وفي الحرب أنت يا حيكون عقلك مع أسرتك أو حيكون عقلك مع شغلك أسوأ الليالي أول ليلة خوف ما فيش حدا ما بخافش بس حين من النوم أنا طلعت مرتي قلت له مرتي حالياً أخذنا قرار أن تأخذ البنات وتطلع على دير البلح أنا أول ما وصلت الدير وبعد بكم يوم زادت الأحداث السوق ومعيش سامح والبنات بسألوني عليه والقص في كل مكان كنا محاصرين في بيت واحد فكنا عدد يعني فوق الثلاثين شخص في البيت فكان الإشي بشع تصد الطيران طول الوقت الزناني مثلا ما تسكتش خالص فطول الوقت في عمل نفسي كمان يعني متوترين بيروت بنتي كلمتني من دير البلح بابا إحنا خايفين تعال بدنا إياك تعال عنا أنا خايف فبدي إياك ليش أنت هناك أنا عد مش عارف آجي ما فيش مواصلات أصلا وأنا خايف ما بنامش في بيتي أنا بنام في الشارع كنت مخلوط المشاعر أنا على عمارة أمي كلمتني قالت لي إلحا إحنا هربنا من بيتنا أنا هلا بفكر في أمي وأبوي وبفكر في امراتي وبناتي في نص القطاع وأختي جن بيتي في المنطة اللي فيها أعزام ناري أنا هناك في دير البلح من يوم طفيت كمرتي بطلت صحفي أب رب أسرة بده يحمي أسرته بأي طريقة كانت لعنى عرفتنا نيجي هنا حالاتنا النفسية كلنا عنا حالة نفسية سيئة حتى يعني محنا موجودين في مصر ما ما تغيرتش الحالة النفسية لأنه إحنا لسه يعني قلوبنا وعقلنا لسه في غزة فكل الأحداث اللي بنشوفها على تلفزيون لسه بتأثر علينا موسيقى عندي صديقة معها دكتورة في الطب النفسية عتنا وياهو تكلمنا تعبت نفسيا عدا تتعيط أنا عدا تتطب عليها أيها عايطة قالت للصوب ما تتكلمش الله يخليك أنا تعبت المريض النفسي لما يجي شخصه له حالته بيقرؤوا تاريخه المرضي لو عنده تاريخ مرضي أو في قصص أخيرة حصلت معاه طب إذا واحد إله تلتمائة يوم كل ثانية فيها بوم بتخوفه إزاي ده هتعالجه بيروت وفيروس بخافه ومن أي صوت أنا أول ما جيت مصر سكننا في مدينة مصر ففي أصوات طيران كتير رايح المطار فكل ما تيجي طيارة بناتي خافوا يوما ما جات طيارة هليكوبتر فبيروت بنتي قالت لي بابا بسرعة جات الطيارة اللي لها مروحة تقصفنا يلا نخلي من هنا تخلي جاردينيا اللي في مدينة مصر من الهليكوبتر اللي شفتها قلت له يا بابا هذي طيارة مصرية مش هتقصفنا الأصوات العالية بتخوفهم بيشوفوا تلفزيون دايما ما نقدرش نبعدهم ونفصلهم عن الأخبار إخوالهم متحصرين هناك بيكلموهم كل يوم بيروت وفيروس بيسألوا على حاجاتهم اللي هناك بيروت كل شوية تسأل على غرفتها وعلى أصحابها وعلى مدرستها وعلى الشارع وعلى المول جزئية الأحساس بالأشياء احنا بصراحة فقدناها اللي هو كشغف كأمل كمستقبل كحياة إنو احنا طلعين بدون ولا إشي احنا بشر خارجنا مهزوزين خسرانين ناسنا وأهلنا وسايبين ورانا ناس وعنا جلد للذات إنو احنا طلعنا أصلا كمان عنا جلد للذات إنو احنا طلعنا وتركنا ناسنا ورانا لما نيجي ناكل تحس بالذنب إنو انت بتاكل وبتشوف في نفس اللحظة الناس بتدور على الأكل فبرضو الشعور من لازمنا إنو احنا بناش ناكل بناش نشرب بناش نطلع بناش نترفى بس في برضو جزئية إنونا معاي أطفال أو عندهم بجزئية الخوف وبدوروا على الأمان وبدهم يفرحوا شوية فكنا يعني شعور مختلطة بين إنو احنا نعمل هيك أو ما نعملش هيك هل تخاف من المجهول؟ ومن ماذا تخاف تحديدا؟ ولماذا؟ هل تشعر أن خوفك هذا يصعب عليك حياتك؟ أسئلة طرحتها الحرة في الشارع المصري وعادت بالإجابات التالية طبعاً المجهول يخوف خصوصاً لما يكون الدنيا ده باب وصدق أنت مش عارب بكرة في إيه؟ فأكيد بتخاف وفي الغالب أنت بتخافش عن نفسك بس بتخاف عن المحاوليك إذا كان أولادك بقى أو أبيتك أو أسرتك أو شغلك فبالطبيعي لو الدنيا مش واضحة أنت بتخاف المجهول يعني إحنا بنفكر كتير في المستقبل وإلى هيحصل وكده مثلاً ممكن دي تكون حاجة إجادية سلبية إحنا اللي بتفكر هيعمل كذا وهيعمل كذا بليك مثلاً مفططات بس ممكن تكون خائفة أنت ما تقدرش تحقها خوفي من المجهول بأثر عليها نفسية ممكن أعب بالأيام ما بنامش أنا بالنسبة لي المجهول بمعنى يعني بإدفينيشن إجزاكلي هو إن إحنا ما نعرفش إليها هيحصل بكرة طبيعي بس هي حاجة بنسيبها دايماً يعني أنا في رأيي بسيبها على الله بس أزمانش از الناس دايماً نسيبها على الله الواحد يعمل برضو اللي يقدر عليه يعني مع لو أنا خايفة مثلاً إن أنا أخسر مكاني في شغل أنت هل أنا كيببل إن أنا أحافظ عليها ولا لأ أحاول أعمل اللي أقدر عليه وساعدتها خلاص أسيب بقى كله على ربنا وده المفهوم اللي ناس تفهموا مش أسيب الباقي على ربنا وفلاول في الاخد كله في إيده هلا المجهول إن إحنا هل عمر يعني أول طلعتنا وهيك إنه أكيد واحد بيتوتر مستقبل ودراسة وشغل وكل هالشي بس إنه الواحد أنه بيعمل لي عليه بشوف الفرص المتحت له بجرب قد ما فيه يشتغل وقالله الممكن مثل ما بيسرها بيسرها يعني فأنه خلاص الواحد يعمل لي عليه ويتكل على الله أخاف أمن المجهول ده يحصل فعلاً ده قد الله حد يروح مني حد عزيز علي طبيعي لازم أنا أخاف وللحديث أكثر عن الموضوع تنضم لنا من بيروت إليان صعيبة الخبيرة في مجال الموارد البشرية صباح الخير إليان إليان بداية شو هي أبرز الأسباب يلي بتخلي الموظفين يخافوا من المجهول في بيئة العمل طباح الخير في كتير أسباب بتخلي الموظفين يشعروا بالخوف وهنا عم نحكي عن الخوف مش أول ما يفوت الموظف على الشركة ببلد شعور الخوف هيدا على فترة يمكن بعد ستة شهر يمكن بعد ثمانتة شهر عم بيحس بيقلق معين حسب دراسة أجرتها قالوا 85% من الأشخاص الموظفين بيشعروا بالخوف بقلب الشركة جراء كتير تغيرات أولا عدم الاستقرار بس يجي مدير جديد سي أو أو جديد أشخاص عم بتفل من الشركة أشخاص جديدة عم بتحل محل أشخاص صلة سنين خبرة بقلب الشركة مش أنهيك ببلش نوع من الخوف عند الموظف تاني شي عدم وضوح بالمستقبل كم مدير بيوعد الموظف ببروموشن بأنه يزيد له معاشه أنه يعطيه تاسك واتشيفمنز جريد عليه وبيحس الموظف هون بمطرح ما أنه أنا بعدني مطرحي ما تقدمت ما حصل شي جديد وهون ببلش شعور الخوف أهمة وحدة هو التكنولوجي لما يكون في تكنولوجي فيتي على المؤسسة وما يكون في تدريب صحيح لهذه التكنولوجي للموظف فهون ببلش شعور الخوف وأهمة وحدة الثقافة التنظيمية بقلب الشركة يمكن ما فيه كتير كومينيكيشن واضحة يلي الـ HR ما بيتواصل مع الموظف بشكل مستمر فهون بيقلع نوعا من القلق والخوف من المجهول عند الموظف طيب إليان شو هي العلامات ربما اللي بتظهر على الموظف وتشير إلى أن الخوف من المجهول عند هذا الموظف صار مشكلة نفسية متفاقمة يعني بدأت تؤثر على أداءه كذلك في العمل أوكي مبارسة عم تسمعوني بس بدي قول شغلي العلاقات اللي بتأثر على الخوف من المجهول في كتير أولا انخفاض بالانتجية عم تسمعوني مبارسة لحظة نعم نعم سمعينك استاذ اليان تفضلي طيب على ما يبدو فقدنا الاتصال بسيد اليان صعيبي الخبيرة في مجال موارد البشرية سيكون لنا عودة إليها طبعا إن كان ممكنا لمناقشة هذا الموضوع طيب سيد اليانت عم تسمعين الآن؟ نعم عفوا أنا كنت بس عم ضبط موضوع الانترنت نعم كنا نتحدث عن العلامات اللي تشير إلى أنه الموظف بدأ يخاف من مجهول بشكل كتير كبير وبدأت تؤثر على أداءه في العمل صحيح دور الموارد البشرية بالشركة بيلعب دور كتير كبير عند الموظف أولا لما يشوف أنه في انخفاض بالانتجية عند الموظف طبيعة الحال هذه ما في يعرفها بعد سبت شهر لحيشوف الـ HR إنه أنا وظفت شخص بعد سبت شهر سنة في الانتجية منا واضحة ومنا مستقرة عند هيدا الموظف وهون مدير الموارد البشرية بيقدر يعرف زياد الغياب لما يغيب كتير هيدا الشخص المشاكل الصحية أو الاترابات لما يشوف إنه هيدا الموظف عم بيجي على الأفس بيغفى عم بينام عم بمبعرف ما عم بيكون بصحة نفسية جيدة وصحة جسدية جيدة أهمة واحدة يمكن ما كتير بنتبهولها تراجع في العلاقات الاجتماعية بالشركة لما نشوف هيدا الموظف عم بيكون منزوي ما عم بينخرط مع الموظفين مش عم نحكي عطول ولكن عم نحسوا منزوي وهيدا بشي بقول هي العلامات يلي بتدل على إنه في مشاكل عم بيعاني منها هذا الموظف طيب كيف ممكن لمديري الموارد البشرية إنه يتعرفوا على الموظفين يلي بيعانوا من هالقلق الناتج يعني ممكن نفس الأعراض تجي لموظفين ولكن تكون أعراض هيك يعني يومين ثلاثة وبتقطع صحيح هيدا الشي اللي قلته وذكرته بالأول إنه علمات الخوف عند الموظف ما فيه من يوم ويومين قادر أعرفها هي علمات بعد فترة كتير طويلة بقدر عم بلاحظها عند الموظف أولا هي مراقبة الأداء هيدا الشي اللي يجب يعمله مدير الموارد البشرية إنه يرائب الأداء طبعا الموظفين فيه يعمل أساسمنت فيه يسأل المدير طبعا عند الدبارتمنت يعمل أساسمنت للموظفين وين كانوا وين صاروا كيف الإنتجية طبعا عم بتكون سوهون ملاحقة ومراقبة الأداء وهون بس نقول مراقبة الأداء ما بدي أكون عم بتفهم غلط هو رصد التغيرات المفاجأة عند الموظف وأهم شي هو الاستبيانات يلي بيعملها قليل كتير تالهيومي ريسورسز أو مدير الموارد البشرية يطلب الموظفين هن يعبوا الاستمارات طبعا تقييم الأداء طبعا هيدا شي كتير منيح تنشوف إذا هالموظف قادر يكون عنده وعي عن الخوف طبعا بالشركة قادر يكون عنده وعي هو إذا عم بيحس إنه الإنتجية طبعا عم بتزيد عم تنقص فهيدا بارت كتير مهم طيب إليان يعني هدو الموظفين اللي عم بعانوا من الخوف من المجهول بشكل كبير أنتم كموارد بشرية كيف ممكن تساعدوهم؟ طبيعة الحال هو الخوف من المجهول في يكون مدروس بشكل كتير مهم وأساسي بقلب الشركة وخسب أدي كبر الشركة وأدي هذه الشركة عنده موظفين أهم مشغلة والاستراتيجية اللي أنا عن طول بن صحفية هو تقديم الدعم النفسي يعني أنا ما بجيب سايكولوجست وبقول له لهيدا الشخص أنا بدي ولهيدا الشخص أنا بدي لا أنا هيدا سايكولوجست بدي يكون موجود من فترة تانية بالشركة يسبع للموظفين تعرفوا كم موظف ما بيقدر يقول القصص للمدير أو ما بيقدر يقول القصص للمدير ووريد البشرية لأنه يمكن ما بيرتاح يمكن بيخاف أنه هن ما يعملوا شيء فالتقديم الدعم النفسي والبرامج الاستشارية هيدا البارت كتير مهم للموظف شغل كتير مهم وأساسي وأهم مشغلة التدريب على التغيير بالشركة التدريب على التغيير يعني لما يكون عندي تكنولوجيا جديدة لما يكون عندي أنا تقنية جديدة بالشركة عم بيستخدمها وبدل موظفين يستخدموها إذا هو ما بيعرف حيشعر بالخوف أنه أنا ما حصلت على التدريب اللازم فأمشل هيك عم بيخلق خوف عندي وخوف مستمر أني أغلط أنه يطيروني من الشركة لأنه ما بعرف فهيدا دور المورد البشرية بشكل مهم أليان بالبداية ذكرتي عدة أسباب بتخلي الموظف يخاف طب كيف ممكن للموظف أنه يطور مرونة نفسية تساعده على التعامل مع المواقف الغامضة وغير المؤكدة هيدا صراحة تجي مع الإكسبرينس هيدا قدما الشخص لازم يمكن مش هيقول غير شغل ممكن من فترة تانية ما يطول بنفس المطرح ما يضل هو قاعد بنفس المكان وبنفس الطايتل لأنه أدمى الموظف أدمى المدير الموارد البشرية أو المدير تبع الدبارتمنت عم بيعمل كلها التقنيات إذا الخوف عم بيضل مستمر عند الموظف هيدا بدت تكون نابعة منه يعني ممارس التأقلم بشكل بشكل أنه أنا أوكي فيه تغيير معي أنا كيف كموظف بدي أتأقلم مع هذا التغيير بالشركة بحد زيتها بدي ابني الشبكة الدعم قوية بدي أشوف الأشخاص يلي أنا ممكن إلجأ لهم إذا أنا بحاجة لمساعدة أنا ممكن استشيرهم إذا أنا بحاجة لمساعدة ضمن الشركة مش إذا سألته للشخص ما يساعدني وساعتها أنا بزيد خوف وما يكون عندي مرونة نفسية للتعامل مع المواقف الغامضة والتركيز على الحاضر خلينا ركز هلأ أنا شو عم بعمل مش أنا بعد خمس سنين شو بدي أعمل لأنه هيدا بزيد الخوف عندي من المستقبل وانا عم بحكي عن الأشخاص يلي عم جات بخافوا من المستقبل شكرا لك ولكل هذه المعلومات اليان صعيبة الخبيرة في مجال الموارد البشرية شكرا جزيلا تتابعون بعد قليل أطعمة تؤدي إلى مشاكل صحية أهلا بكم هل فكرت بيوم من الأيام بأن هناك مأكولات آمنة ومأكولات غير آمنة في المطاعم التي تقصدها؟ وهل تعرف بأن عليك تجنب بعض الأطعمة في المطاعم والأماكن التجارية حفاظا على سلامة صحتك؟ نعم حبيبة تقرير صحافي أمريكي نشره موقع ريدرز دايجست أوصى بتجنب تناول سبعة أنواع من الأطعمة في المطاعم والأماكن التجارية العامة وكشف التقرير أن صانعي الطعام من الطباخين المهرة والخبراء يتجنبون هذه الأطعمة عندما يتناولون الأكل في الخارج ببساطة لأنهم يعرفون أسرارها ومن أبرز ما يتجنبون هؤلاء الطعامات وجبات العروض المعتمدة في بعض المطاعم هناك مطاعم تقوم أكيد بتنزيل أسعار وجبات أو أصناف أكل معينة خلال فترة مؤقتة على كل حال تعالوا نتعرف على كل تفاصيل هذا التقرير الأمريكي حول أسرار الطهات مع ساندي نعم حبيبة إذن ما هي السبعة مأكولات اللي من الضروري أن نتجنبها في المطاعم بحسب التقرير الأمريكي المنشور على موقع Reader's Digest على لسان كبار الطبخين وأمهرهم عالمية أولاً وجبات العروض لاستخدام المطاعم مكونات على وشك انتهاء صلاحيتها وبالتالي يحاولون التخلص منها بشكل سريع ثانياً الدجاج وذلك بسبب الإفراط في طهيه في معظم المطاعم وفقدان مذاقه الأصلي اللذيذ ثالثاً المحار لأن التعامل مع هذه الفاكهة البحرية النية وتخزينها بشكل غير صحيح قد يضر بالصحة بل ويقتل أحياناً بحسب أحد الطهات رابعاً ينصح بتجنب المطاعم الكبيرة ذات الفروع الكثيرة لأنها نادراً ما تستخدم المكونات الطازجة وتعتمد غالباً على المجمدة على الأقل مرة أو مرتين في الأسبوع خامساً يجب الانتباه للخبز إذا كان طازجاً أم سبق تقديمه لزبون آخر فتكون قطع الخبز مليئة بالجراثيم التي جاءت من كثرة تنقلها من طاولة إلى أخرى سادساً الخضار بحيث يكون الابتعاد عن الصلطات أسلم لنا ويفضل التركيز على أطباق خاصة مصنوعة من منتجات موسمية سابعاً وأخيراً يستحسن تجنب تناول الوجبات الخفيفة التي يتم تقدمها في المطعم قبل العشاء فنادراً ما يتم غسل هذه الأطباق بين الزبائن والعديد من الأصابع قد غمست في هذا الوعاء يعني ساندي التقرير شوي بخوف ما بعرف كيف بدنا نرجع ناكل بالمطاعم بعد ما سمعت هذا التقرير على كل أحوال نزلنا للشارع اللبناني لنسأل المواطنين عن الأطعمة يلي بيطلبوها بشكل دائم بالمطاعم وهل بيوثقوا بأن الأكل المقدم في المطاعم طازج خصوصاً إذا كان ضمن العروض ولماذا لازم يكون عينة متنوعة من الإجابات خلينا نشوف ما في مشكلة مع الأكل من المطاعم أكثر شيء تجاج برغرز كل الفاست فود ما فيهم مشكلة هذا أكثر شيء يعني نطلبو نتجنب نطلب مثلاً سلدات معاول تكون مش مغسلة أو مش نظيفة حسب المحلات بس في كمانا محلات حسب الريبوتاشن طب أولا يعني ما فيها ولا أي مشكلة أنا أكثر ماكلة نطلبها هي عندك البيتزا والباتل أكثر إيا لفمت المقرونة فأذيك اللوش الماكلة الإيطالية بصفة عامة أكثر من المطاعمة يتعرفون من المقرونة ويعملوا المقرونة سيكون المقرونة لا تتعرفون من المقرونة أسأل على المطعم إذا المطعم بوصوني عليه على السريع بيجي لعندو تشوف إذا المطعم بوصوني عندو إجر متل ما هلأ شايفين هون داع المطعم وبعرف إنو موصيني عليه عندي السيقة بكون أني أطلب الأوفر بطبيعة الحال مطعم تاني يعمل أوفر شوي غاطئ ستجنبه بصراحة بعملها فهذه سياستة أنا بالأكل هنا نعرف الماكلة التازجية مانا حسب الريستوران وحسب الناس التي تدخلون أكثر الناس تدخل لذلك الماكلة ديما تكون فرشكة لا تبقى مانا كونجولية ديما ماكلة جديدة إذا عملين عروضات بالمطعم أو أي محل لا يشتريون لأنه يومتها خالص مدتها بيكون خالصة بالنسبة لي نعرف الماكلة تازجية والله ريسك تشوفها يعني تعرفها يعني تعرفها وأنا كشفة البلايسة كله ورستوراني نجم يكون فيه موف موعة بشنا يضمن الإنظافة وجودة بالمطاعم أنا بفضل أكل الأكل المطبوخ وتجنب اللحم الناية والأسماك والأجبان لأنه بخير ما تكون فيه بكتيريا أو ميكروبيت لأنه ما فيه كهرباء أو مصادر اللي بيجيبوا مننا اللحمة بتكون منة أكيدة مننا حتى كمان المطاعم اللي بتعمل عروضات وبترخص الصندوشات بتحشيها ما بروح عليها أو بيكل مننا بحس أنه اللحمة نوعية بتكون منة منحة طيب بعد ما شفنا أراء الناس خلينا ناخد رأي الخبراء معنا فيها للستوديو الشيف سوها عبدالله صباح الخير شيف أهلا بك معنا أهلا يعني استمعنا لأراء الناس متفاوتة أو متباينة في ناس بتثق كتير بالمطاعم إذا كان موص عليها وفي ناس لا تثق ربما بنوعية اللحمة بالعروض يعني الوجبات اللي مخفضة بالنسبة للتقرير الأمريكي اللي نحنا استعرضنا قبل قليل هو يحذر من تجنب طلب بعض أنواع من الأطعمة مثل ما شفنا لأنه يمكن مكوناتها ما نكون أكيدين إنها طازجة أنا أخد رأيك شيف سوها أنت كيف بتشوفي الموضوع؟ ليك هلا أنا بعتقد بيعتمد الموضوع أكتر على المكان اللي أنت عايش فيه يعني نحنا بدولة الإمارات فيه قوانين كتير صارمة وفيه وزارة كتير بتشدد على كل المطاعم وعلى الأماكن المطابخ أنه كل شي يكون نضيف وطازج ولازم يعملوا جرد يعني كل يوم على كل المواد إذا صلاحيتها مظبوطة أو منتهية أو هيك هلأ يعني نحنا هون ما كتير من نخاف بس مظبوط يعني الواحد لما يطلع شوي فيه منتجات معينة أو أطعمة معينة يعني إذا أنت جاي على آخر النهار يعني المطعم بلش بده يقفل بده يخلص هالمواد ما راح تكون طازة يعني مثل ما هي بالعادة أو بفترة معينة ولما يكون فيه مثلا فترة ضغط كتير كبير ببطل النظافة مثل ما هي غسل الخضرة مثل ما هي بصيروا يستخدموا كتير منتجات مجمدة بدل ما تكون طازة طبعا وشغلة العروض كمان هاي فيه الواحد لازم يفكر فيها يعني كذا مرة لأنه ليه هلقد مخفضين سعره يعني هي ماركتنج تسويق ولا فيه شيء لازم يخلصوا منه على السريع ليقدروا مثلا يعملوا أو يصلطوا ضوء على شيء تاني عارفتي فبس حسب يعني نحنا منشوف يمكن حسب المطعم حسب المكان أكيد وحسب شو هو نوعية المطعم يعني نحنا لما نفوت على المطاعم اللي هي طبخ سلطات الأكل الشرق أوسطة بالإجماع يعني كل مواده لازم تكون طازة يعني عندك السلطات الموسمية لهيدا بيستعملك إشياء يعني موجودة ريت أنه بأمريكا مثلا يعني نحنا هون بتفوت أنت على المطعم بنزلك خبز بنزلك جاءت خضرة كبيس زيتون هالإخبار بأمريكا ريت أنه واحدة من الأشياء أنه بيرجعوا إذا شخص مثلا نزلوا هالمخللات والهاي بيرجعوا بيطلبوا بالمطبخ أنه يغسلونه يرجعوا ينزلون مرة تانية فالواحد بده كتير يكون من حذر يعني ايه بده أنه أو مثلا هالخبز صار له كتير زمان قاعد على الطاولة بيتنقل من طاولة لطاولة هيدا بيحمل بكتيريا كتير عالية ساعتها معقول الشخص يتسمم بيخوف صار الموضوع شوي بيخوف صراحة الواحد لازم يكون عنده إدراك كتير عالي ووعي كتير كبير شو هي الأشياء اللي عم يطلبها الأشياء اللي ما بتنطلب كتير على المنيو عادة بتكون أشياء منا طازة عارفتي فهي شي مجمد بس إذا اجت طلب عليها خاصة إذا هي مش أساس المطعم يعني إذا أنت فدت على مطعم بيعمل بيرجر لحمة يفضل إنك تطلب بيرجر لحمة من ما أنك مثلا تطلب الفش فيليه لأنه أكيد لا السمكة هتكون طازة ولا لا هيدا بعدين كتير إشياء بتكون من طبخت إذا كمان كتير فيه إجر على على المطعم نفسه لازم يكونوا محضرين مسبقاً يعني فيه كتير إشياء بتكون محضرة وبترجع بتتسخن بس بالمايكرويف أو بترجع بتنقلها بزيت مستخدم كتير فالواحد بده يكون كتير من تمام ولازم يكون فيه كتير وعي بس هيدا ما بيعني أنه ما نأكل بقى لا بده ونصال وقاله نفوت على البطعب ولا لا 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 أكيد لا لا ما بتقطعي بس بده يكون الواحد يعني يطلب فيك أنت تفوتي هيدا حق للشخص اللي فيت إنه يطلب إنه هيدا تازة ولا لا شوف لي إنه بدي شيء هلأ يكون مسكر وتازة ونحنا فينا نعرف يعني أنت فيك تعرف إذا الخبز بيتي ولا هلأ تازة وعم قلك نحنا هون بالبلد كله بينعمل قدامك كتير مهم يكونوا المطاعم اللي بتكون عنده مطابخ مكشوفة لأنه أنت شايف شايفي عميين عمل شايفي النظافة شايفي إنه عم يتنظف كل شي مش مليون أصبع فاتت أو إيد صارت ماسكة نفس القصة يعني فعلا ويمكن هلأ سوها هون التكنولوجي كمان بتساعد يعني صار يمكن تنضيف المطابخ أسهل أو طريقة حفظ الطعام أسهل تحكينا شوي عن حفظ الطعام بالبطابخ الأشياء اللي نحن ما منشوفها ومنخاف منها يعني بالدرجة الأولى أول شي لازم يتعلمها الشخص اللي فيت يشتغل بمطبخ إن كان شاف ولا إن كان عم يشتغل جوه ولا إن كان سوشف يعني عم بيساعد أول شي لازم بتعملي فترة تنظيف بس إنه كيف يتنظف الطاولات كيف بعد كل شغلة كل شي كيف طبعا إجبارة يكون فيه فيه إشياء بتنلبس على الراس وبالإيدان بالإجران كله عشان ما يكون فيه أيها وليزم يضل ينغسلوا الإيدان ويتغيروا الكفوف يعني هيدا قصة إنه لبسنا كفوف مثلا وهيك ضلينا بنفس الكفوف كل النهار هيدا غلط ما استفدنا عشاني لازم الواحد يضل يغير وينظف إيدي يعني بس فيه تقنيات لحفظ الطعام فيه آلات معينة فيه كياس معينة بتسحب الهواء مظبوط عشان ما يتخلوا أي نوع من البكتيريا ما يصير فيه تحلل بهولي المواد خاصة إذا هي مثل اللحوم مثلا يعني مطاعم بتجيب بكميات كبيرة أكيد مش كل شي بيخلص بنفس النهار فلازم كله بعد بعد كل بس يخلص النهار كله بيرجع بينعمله من أول وجديد بينسحب الهواء بينحط بدرجة حرارة معينة لكله يقضل طازة هيدا عم نحكي على لحوم طبعا أسميك مثل بيقلك طبعا حتى مثلا إذا بتفوتي على محل سوشي ما بقى بيتقدم بعد الساعة عشرة بالليل يعني لأنه هالحياتها لهالسامكي خلص يعني بتكون خلصت الشي حتى بتفكري أنت أنه تونة أنه أنا عم بيجي أطلب تونة سالد التونة مثلا بمطاعم معينة ما بتنعمل إلا مرة بالأسبوع يعني هني طبعا ما رح يجيبوا كانز كل يوم إنه دا علب هني بيعملوا التونة بس هيدا ما بتنعمل فرش ففي أشياء الواحد ما بيكون أكيد لازم فكر فيها طريقة واعية أكتر طيب سوها ختاما هيك بأقل من دقيقة بدنا تعطينا بما أنك أنت كمان فود بلوغر يعني عندك شوية أسرار بهذا المجال ممكن إحنا ما بنعرفها خبرنا سر أو سرين أكتر الناس مثلا ما بتعرفوا عن هذا المجال لكن هي أهم الشي أنه أنه أنت فيك تطل بالإشياء تكون كلها طازة يعني أنت لما تفوتت تطل بالأكل أو السلطة أو اللحم أو شيء يعني تسألي وتتأكدي أنت سوها شو بتعملي بالمطعم كيف تتأكدي تريعا بس يا ربي أنا كتير بيكي أنا كتير كتير لكن أنا بروح بس على المطارح اللي أنا واسقة فيها صراحة يعني أنه إذا حدا خبرني على مكان بروح بيكل عنده إذا ماني كتير مطمنة على الموضوع وهيدا لأ يعني بمسك حالي شوي أنا بعملها بالبيت أنا لإليك شغلي بروح بجيب الأشياء طازة من السوق أو من السوبر ماركت وبحاول أنا أرجع عيدة بالبيت أو بروح على المطارح الموسوئة الموسوئة أكتر شيء يمكن هيدا هو النقطة الأساسية نتعام نروح على المطاعم أو الأماكن الموسوئة حتى ما نحرم حالنا نحنا أكيد لازم نكون معتدلين بالموضوع نشكر وجودك معنا الشيف سوها عبد الله وشكرا لكل هذه النصائح التي قدمتها شكرا جزيلا اختتم مهرجان المانغو السنوي الذي تستضيفه ولاية كسلة في شرق السودان وكان المهرجان يقام سنويا في الخرطوم لكنه يواجه هذا العام ظروفا صعبة بسبب عدم توفر التمويل اللازم والطرق الآمنة لوصول الأصناف التي تعرض سنويا ويقول مختصون إن إنتاج المانغو في البلاد مهدد بسبب تمدد رقعة الحرب بعد سنة من توقف قصري فرضته الحرب تستضيف ولاية كسلة بشرق السودان مهرجان المانغو السنوي مهرجان يهدف لجمع المختصين والمهتمين بإنتاج المانغو وتصنيع مشتقاته كما يعد مساحة للتعريف بقدرات السودان في هذا المجال مثل هذه البرامج ومثل هذه الفعاليات ستكون لها الدور الفاعل جدا في مستقبل السودان مستقبل السودان كدولة زراعية هو المخرج الاقتصادي أو المخرج الكبير من الأزمات حقيقة مهرجان المانغو مهم جدا جدا أنا شخصيا استفدت منه لأن تعرفت على أنواع المانغو الموجودة داخل المهرجان ويصر مشرفو المهرجان على إقامته في هذا التوقيت بالتحديد لإلفت الانتباه إلى الأخطار التي تهدد مزارع المانغو مثل امتداد المعارك إليها وانعدام الأمن في الطرقات ما يؤدي إلى تلف كميات كبيرة من إنتاج المزارع الحرب وصلت ولاية سننار وأثرت عليه الإنتاج في سننار وفي سنجا الحاجة دي الآن خلتنا في أنه نحن نفكر في أنه نعمل معرض أو مهرجان للمانغو وننور الناس مزارعين الفاكهة في ولاية كسلة وأهمية ولاية كسلة كمنطقة زراعية كبيرة وممكن تكون المخرج أو المعوضة الكبير للمناطق التي تفقدت فيها أو للمناطق التي نزح منها منتجين المانغو ومع تأكيد تقارير محلية على خروج عدد كبير من مزارع المانغو من دائرة الإنتاج تراجهات حكومية أن تخصيص أراضي زراعية جديدة ربما يعوض ما فقدته البلاد من صادرات المانغو في أراضي شرق وغرب نهر عبرة أراضي مستانية عملا دراسات فيها مويا مياه جوفية نهر عبرة هو شرطا أو من المخزون الجوفي لنهر عبرة وهي أراضي الكرب شرقي وغرب نهر عبرة الوزارة ساعة لدينا تسجيلة وتتفصل وتتخطط بحسنة تمنح للمستثمرين في كل قطاعات سواء كانوا أفراد وشركات والأهالي أكثر من أربعين صنفا من أنواع المانغو ينتجها السودان في مساحة تقدر بنحو ثلاثمائة كيلومتر مربع تتوزع على ولايات مختلفة بوسط وجنوب وغرب البلاد إلا أن الحرب تحول دون وصولها للمستهلكين امتداد المعارك في السودان إلى مزارع المانجو حرم البلاد من إنتاج يقدر بنحو مليون طن سنويا هي أزمة يرى اقتصاديون ضرورة معالجتها بتوفير مساحات جديدة وآمنة لزيادة الإنتاج إسلام الأمين الحرة ولاية كسل شرقي سودان إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم فيكن تتواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي بأنان الله إلى اللقاء تكون الخوف من المجهول عند الأشخاص كتير منها البيئة والمنشأ والمجتمع والمكان اللي خلقوا ربي فيه إذا كان بيئة متغيرة جدا إذا كان فيه حروب إذا كان فيه أزمات إذا كان فيه عدم تواجد للخدمات الصحية أو الخدمات النفسية بالإضافة أثبت علم النفس والدراسات إنه فيه أشخاص عندهم جينات بتخليهم يكونوا بيخافوا أكتر من أشخاص آخرين حسب دراسة أجرتها قالوا 85% من الأشخاص الموظفين بيشعروا بالخوف بقلب الشركة جرق كتير تغيرات أولا عدم الاستقرار بس يجي مدير جديد سي أو أو جديد أشخاص عم بتفل من الشركة أشخاص جديدة عم بتحل محل أشخاص صلة سنين خبرة بقلب الشركة مشون هيك ببلش نوع من الخوف عند الموظف تاني شي عدم وضوح بالمستقبل اشتركوا في القناة